دميلي نهلة حسن ومحمد صبحي على التقرير اللي صوروا مع الناس في الشارع وعرفنا شوية قراء الناس يعني بتصدق في الأبراج أو لأ بتتابع البرج بتاعها أو لأ معي بقى النهاردة إيه اللي هيقول لنا كل حاجة عن الأبراج وإيه اللي أنا فعلة متحمسة جداً لوجوده معي النهاردة في الحلقة معي دكتور رئيف رقفة دكتور علم الفلك والنميرولوجي والطاقة الحيوية أهلاً يا دكتور سبعة خير صباح النور استاذ دين الله خليك تسلم شرفت دا النهاردة وأنا متحمسة قوي ويمكن الأبراج دي بالنسبة لي حاجة يعني دايماً بحب أطلع عليها بس مش يعني ما بحبش أربط نفسي بيها قوي عايزة حضرتك الأول تكلمني عن علم الفلك واشمعنا حضرتك اخترت بالذات هذا النوع من العلم أنك تتخصص فيه نعم طبعاً العلم الفلك هو طبعاً علم قائم أول حاجة من زمان يعني بيشتغلوا فيه الناس عزمان الكلدانيين بيشتغلوا فيه اليونان الصين بلاد الفرس الناس كلها اشتغلت في علم الفلك والأرقام وكل حاجة طبعاً أنا اهتمامي في علم الأبراج أو في علم الأرقام من الظغري يعني كنت اهتم في علوم الفلكية يعني أبحث يعني أنا بأرقامي في عندي رقم من أرقام اللي بنجع في علوم الفلك وعلوم الفلسفة والأمور دي لأن فيه أرقام إلى دلائل يعني هو علم كله عند الله لكن فيه أرقام إلى دلائل اللي ممكن الغيبي أو ما ورائيات نعتبر واللي خلاني أنشد كتير أكتر في هذا العلم واشتغلت عليه وفعلاً حققت نجح لأني أرقامي كانت بتناسب العلم ده أنا كنت معرفش يعني في علوم الأرقام وقت درست العلم بأبحاثي يعني لاحظت أنه فعلاً أنا عندي رقم اللي خلاني ساعدني أنه أنا كنت يعني درست العلم ده ونجحت فيه في علم الأرقام الموجودة عندي رقم السبع أوكي علم الفلك بقى اي هو؟ طبعاً هو علم الفلك هو عند دراسة كواكب ومجموعة شمسية الكواكب والأرقام طبعاً كل الكواكب له رقم ولون طبعاً زي ما درسوها علماء كتير وحددوا الأرقام والألوان مناسبة للكواكب والأبراج وحركة الكواكب إلى دور في الأبراج وفي الحركة الفلكية يعني طبعاً وبتاخد كلها تأثير يعني الكسوف والخسوف الزهرة فينوس كله له حركة تدي نسبة كبيرة من التوقعات الصحيحة بعلم الأرقام والأبراج وطبعاً كمان ساعة الولادة إلى دور كبير في الطالق ساعة الولادة أنه برجه تاني في ساعة ولادته لأن القمر كل يومين ونصف بتغير بنتقل برج تاني له دراسات وإله كمان الطالق البرج التاني طيب حضرتك كلمنا برضو عن الكسوف والخسوف علاقته إيه بعلم الأبراج وبينة؟ نعم طبعاً الكسوف والخسوف هو آيتين من السماء طبعاً ربنا نذكرهم في القرآن وهم يعني يعتبروا مش فيهم خوف طبعاً يعني أنه في ناس بتخاف تقولك أنه وقت خوف فيه وكذلك لا هو بس آيتين من السماء لكن فيه أبعاد الخسوف والكسوف أبعاد سلبية شوية على الناس على المجتمع العالم كله أنه ممكن يعمل يعني الأسماك في المياه ممكن تتغير اتجاه الطيور يعني تعمل تغييرات في الاتجاهة تنضل في اتجاه المسارات الفترة بيصير العصبية التوتر بين الناس حاجات عشوائية ممكن تحصل الانفعالات نحن بننصح فيها دائماً بالخسوف والكسوف طبعاً الدعاء والصدقة والشوار في ماء وملح الاستحمام في ماء وملح في علوم الطاقة كمان لا حتى الأمور تكون في صلاة الخسوف والكسوف طبعاً هدول حتى الناس تكون بمأمن وأفضل وأرجح بالفترات الخسوف والكسوف طبعاً طبعاً نحن بنقول للشهر الستة اللي نحن فيه اللي حصل من يومين ثلاثة كان من خمسة الشهر كان في خسوف القمر في بورج القوس عمل شوية مشاكل طبعاً الخسوف والكسوف له تأثيرات قبل بثلاثة أيام وبعد الثلاثة أيام له تأثيرات منحس فيها طبعاً في ناس كل واحد حسب بورجه كل بورج له تأثيرات نحن هلأ جاينا على فترة تانية هي الكسوف الشمس الكسوف الشمس هيبدأ من واحد وعشرين ستة يعني الخسوف والكسوف فيه فترات بتكون صعبة وراء بعض بيكونوا بينتهم خمسة عشر يوم من خمسة لواحد وعشرين الكسوف الشمس هيكون المرة دي في بورج السرطان في بورج السرطان طبعاً أي شيء فيه ماء يعني فيضانات في البحر في حاجات ممكن تحصل فوقائية انهيارات زلازل براكين طبعاً ممكن تحصل في العالم الأكتر في أوروبا يعني الاتجاه أكتر في أوروبا أرياح أتربة ده كله له تأثيرات الشعوب ممكن نفسية الشعوب لأن الأمر مسؤول عن الشعب عن الناس يعني الطاقة يعني فيه فيه توترات فيه تغييرات فيه الشهرين دول أصعب